موسيقى القدس تيفي عيش الخبر اينما كنت كجزء من تدعيات الازمة السياسية والامنية في مصر الانفاق على طول الحدود مع قطاع غزة يجري التضييق على عملها بصورة كبيرة ادت الى توقف العمل في معظمها من عكس بصورة مباشرة على الحياة في غزة التي تعاني من شحن في مواد البناء والوقود ويتوقع ان تتفاقم المشاكل اذا ما استمر اغلاق الانفاق لفترة اطول تأثرت الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بشكل مباشر اثر الحملة الامنية التي يقوم بها الجانب المصري على انتداد الحدود الفاصلة بين جنم قطاع غزة والاراضي المصرية هذه الحملة التي ترتب عليها اغلاق عدد كبير من الانفاق الانفاق التي تورد الى قطاع غزة العديد من السلع والبضائع خاصة المواد الاساسية التي اعتمد عليها قطاع غزة مثل الوقود والمستلزمات البناء هذه المواد نقصت كليا من قطاع غزة وترتب عليها حالة من الشلل التام في قطاع الانشاءات الازمة المصرية التي تدفع غزة ثمنها جاءت في عقب سلسلة من الاتهمات غير المسبوقة التي وجهت للفلسطينيين وغزة خصوصا من قبل بعض وسائل الاعلام المصرية التي تتحدث عن دور لحركة حماس في التسبب ببعض الاحداث في مصر وما يوصف بتهريب الوقود الى غزة على حساب المصريين اعتقد ان التصعيد من جانب بعض الاعلاميين وبعض وسائل الاعلام المصرية ضد الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة غير مبرر وغير مقبول وغير مفهوم لانه هناك من يحاول ان يصور ان قطاع غزة والفلسطيني في قطاع غزة هم سبب المشكلة في مصر المشكلة في مصر هو نوع من الصراع السياسي الذي يشبه الصراع السياسي الذي كان لدينا بين فتح حماس الصراع سياسي بين السلطة بين الاخواء المسلمين والمعارضة وليس للفلسطيني اي دخل به على الاطلاق حكومة حماس التي شددت من قبضتها على الحدود مع مصر تزامنا مع تظاهرات الثلاثين من حزيران يونيو ترفض الزج بغزة في يتون معركة مصرية داخلية لا علاقة للفلسطينيين بها وتؤكد انها لا تتدخل في شؤون مصر الداخلية نتفهم ما يحدث من انعكاسات للأوضاع الداخلية في جمهورة مصر العربية على قطاع غزة للبعد الجغرافي والامن القومي الا ان ما نتمنى حقيقة اولا لاستقرار لجمهورة مصر العربية وانتهاء هذه الاحداث وثانيا ان لا ترتبط حقيقة في كل مرة مع قطاع غزة الذي يعاني من حصار مستمر باغلاق المعابر واغلاق الانفاق الذي هي حالة اضطرارية لا نرغب بها بل ما نريده هو رفع الحصار كليا فتح المعبر رفع لان يكون للافراد وللبضائع ازمات سياسية وامنية هناك في مصر وهنا غزة تدفع الثمن في صورة ازمة انسانية تتفاقم يوما بعد اخر ازمة تعكس طبيعة العلاقة المتشابكة بين غزة ومصر محمد الاصطل تلفزيون القدس قطاع غزة تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر